ايوه تفضلي طيب يا شيخ يعني لو فيه اتنين اصدقاء وفنيتهم من العلاقة اللي ما بينهم دي فيها عفاف فهم بينزلوا ويطلعوا مع بعض تمام نظرة المجتمع اليوم بتبقى عاملة ازاي؟ نظرة المجتمع حسب المجتمع ده فين؟ فين هي حتة؟ وطالما احنا عارفين ان خلاص العلاقة دي فيها عفاف وتمام مش حرام ان احنا نتصاحب طالما العلاقة فيها عفاف ليه دايما المجتمع بيبص النظرة مش كويسة للناس دي؟ لازم حدث شيء خارج عن هذا العفاف فالمجتمع بينتقدوا ما حصلش حاجة وهم داخلين خارجين نازلين مع بعضك اصدقاء عادي وفي حسن نية في المطور وبعدين مرجح الساعة 12 بالليل لا مش شرط 11 ونص مش شرط راجعين بدري بس دايما الناس هيتكلموا عليهم بتريد خلاص ازا خفتي من كلام الناس بلاها دي حاجة بسيطة ايوة تفضل دلوقتي لو فيه ولد وبنت كان بتكلمه مع كيف فجأة الولد فضح بنت عن طريق الغيابة من جره اصد فدلوقتي ده ايه جازاته وازاي يصلح الموضوع؟ جازات النواة يتقبض عليه لان احنا طلعنا في مجلس النواب يعني قانون للأبض عليه ولسه اول انبارح واحد واخد سنة سجن ويضيع مستقبله ولما يخرج من السجن وبقى ييجي بقى يشوف لنا حالة علشان نشوف له اي شغل واي حاجة نعم تفضل انا شي قدس قدت عايز اعرف العفاف ده اللي هو تعريف العفاف بالضبط يعني العفاف ده كنه تلامس بس او ممكن يكون كلام بس مفوش عفاف يعني حد واحد كلام نفسه ممكن يكون مفوش عفاف ولا ايه تعريف العفاف؟ تعريف العفاف ان يكون تكون العلاقة ليس فيها شيء من السرية تعريف العفاف هو ان تكون العلاقة خالية عن المحرمات تعريف او ما تعتقدوه انت حرام يعني في بعض الناس متفق عليه انه الخلوة بين الولد والبنت حرام لكن في بعض الناس بيزود ويقول ده حتى لم مصفحتها كده حرام انت معتقد كده خلاص انت كده قدحت العفاف تعريف العفاف ان يكون فيه نوع من انواع الوفاء السؤال اللي هنا اللي قالوا انه هو فضح بنت ده ما لوجده هو بالعفاف خالص هو لو فضحها من غير قصد لو فضحها من غير قصد يبقى ارتكبه شيئا مخالفا يستوجب العقوبة لكن لو فضحها بقصد هيستوجب السجن مش العقوبة بس نعم اشتركوا في القناة